سيادة الرئيس شكراً على فرصة المؤابلة وبصراحة لمؤخذة في عند كتير من الإسرائيليين شكوك بالنسبة على قدرتكم قدرت السلطة على السيطرة على المدى التويل على إبغام انتفاكية مع إسرائيل على إفشال الانكلاب في غزة يعني دعهم يجربونا نحن نعرض عليهم أننا باسم منظمة تحرير الفلسطينية مستعدون لعقد اتفاقية جاهزون لعقد اتفاقية فليجرب الوضع عندنا كما تعرف في الضفة الغربية في كله في منتهى الاستقرار نحن نتكلم باسم الضفة الغربية وباسم غزة في المستقبل القريب عندما نبرم اتفاق سنبرمهم باسم جميع الفلسطينيين كيف ممكن يكون خال مشكلة غزة وحماس نحن كفيلون بحل مشكلة غزة وحماس ونحن في حوار دائم مع حماس من أجل المصالحة ونحن قطعنا خطوات لا بأس بها وسنسيره وانا بقولك بالنهاية لابد ان تأتي هذه المصالحة هناك بالطرفين الطرف في حماس وهنا من يؤمن بانه لابد من الوحدة لمصلحتنا ولمصلحت الحل لنصل بالنهاية إلى الحل يعني المسالحة بيناتكم وبين حماس على السكة نعم موجود مسائي وموجود مباحثات وموجود استمرار اتصالات دائمة ونحن نقول لهم يعني واقعوا الاتفاق وكل شيء سيأتي وبالنهاية هناك انتخابات هل خصل اتفاق بالنسبة لإسرائيل جاءنا وعرض علينا بعض الافكار ونحن اعطيناه بعض الافكار وسامع من الجانب الاسرائيلي ولا تزال المباحثات جارية ونحن ايضا يوم واحد الشهر القادم سنطرح كل ما ارضى علينا على اللجنة المتابعة العربية ونأمل ان يكون الجواب ايجابي لكن لا نستطيع الان ان نعطي جواب ان هذا سيحصل اولا يحصل هل في اي دمنات من الترف الامريكي الامريكان يقولون نحن اعتمدوا علينا ونحن مستعدون لان نسير بالمفاوضات وان تكون مفاوضات جادة وان تكون متضمنة كل قضايا المرحلة النهائية نحن هذا كلام الذي سمعناه مقبول ولكن لا نعرف انتم شايفين انه رئيس اوباما عنده تفاهم اكتر من بوش بوش ما صلا بالنسبة للموقف الفلسطيني يعني الرئيس اوباما ابدى رأيي ورئيس بوش ايضا ابدى رأيي الرئيس بوش هو الذي قال برؤية الدولتين الرئيس بوش هو الذي رعى المفاوضات بعد انابوليس ولكن لم يكن الوقت كافيا لاستكمال المفاوضات الناجحة التي كانت بيننا وبين اولمرت ومع الاسف يعني توقفت معروف الاسباب التي جعلتها تتوقف انما ايضا الرئيس اوباما منذ ان جاء الى السلطة اعلن وابدى رغبة وقال ان حل المشكلة ان اقامة دولة فلسطينية هو مصلحة حيوية استراتيجية امريكية هذا الكلام الجديد الذي سمعناه في عهد اوباما كنا كانت حسيرنا اكتر من عام كامل بسبب عدم المفاوضات بينتكم وبين حكومة نيتانياهو والاساس كان مشكلة تجميد البناء في الأودس في السابق ابدا ما كانش تجميد البناء في الأودس شرطا للمفاوضات دائما وابدا هذه النقطة احيانا تثيرونها كثيرا لكن دائما وابدا كنا نتحدث عن تجميد الاستيطان بشكل كامل استنادا الى نقطتين مهمتين النقطة الاولى هي اتفاقات ثنائية بيننا وبينكم في عام 1965 هذا الاتفاق الذي قال لا يجوز لأي طرف ان يقوم بأعمال احادية من شأنها ان تجحف بمفاوضات المرحلة النهائية لا الطرف الاسرائيلي ولا الطرف الفلسطيني مع الاسف الطرف الاسرائيلي لم يلتزم بس خصلت مفاوضات بدون كرار علني رسمي بالتجميد ثم بعد ذلك جاءت خطة خارط طريق وقبلها تقرير ميتشيل الذي قال لا بد من وقف جميع النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي كانت غالت من كبل الامريكان انه التلب التجميد الكامل في الأودس وفي الدفن العمي خطتكم انتم على رأس الشجرة ليس اقول غلطة لانهما رددوا ما قالته اللجنة الربائية في خطة خارط طريق يعني امريكا لم تخترع شيئا جديدا لم تأتي بافكار جديدة حول الاستيطان الذي قالته هو تكرار لما ورد في خطة خارط طريق المقبولة مننا نحن وأنتم وبالتالي لا جديد عندهم بصراحة كمان هل في خساسية شخصية بيناتكم وبين رئيس الوزارة الإسرائيلي الخالي هل في نوم عدم السكة بيناتكم مبني على المادي نحن ننظر للموضوع بشكل موضوعي جدا الرئيس رئيس الوزراء بن يمين نتناهو هو الرئيس الذي انتخب من قبل الشعب الإسرائيلي وهو الذي تم اختياره من قبل الكنيسة وهو الذي يتمتع بأغلبية واضحة في الكنيسة أنا من واجبي أن أتعامل معه على هذا الأساس أنا مش من حقي أقول هذا أحبه وهذا أكرهه من واجبي أن أتعامل معه ولذلك أنا تعاملت معه ثلاث سنوات عندما كان رئيس الوزراء بين 96 و99 تعاملنا معه دائما وعقدنا معه اتفاق واي ريفا والآن هل تنزلت الكيادة الفلسطينية عن مطلب تجديد المفاوضات من النكتة التي وصلت إليها أيام أولمرت نحن نقول هناك ملفات بحثت في عهد أولمرت وهناك ملفات أقفلت في عهد أولمرت مثلا الأمن ملف الأمن أقفل أقفل تماما وهذا يمكن غير معروف بس أنا بحب أقول لك ما يلي وبالضبط نحن بحثنا موضوع الأمن في اليوم التالي يعني بعد إقامة الدولة الفلسطينية وكان الجنرال جونس هنا أحد الجنرالات الأمريكيين الذين يتعاملون معنا وهو تخصص بهذا الملف ثم بدأنا نبحث أنا والسيد أولمرت حول كيفية كيف نرى الأمن فيما بعد وحصل اقتراح أن يكون هناك طرف تالت طرف تالت وتم الاتفاق على أن يكون الطرف التالت مثلا مثلا نيتو بقيادة أمريكية بقيادة أمريكية بقيادة أمريكية المدة يعني لم تكن مشكلة العدد لم يكن مشكلة الأمكنة لم تكن مشكلة وإنما قلت لهم نحن هذا الطرف الثالث يكون عندنا من أجل أولا إعادة بناء الأجهزة الأمنية ومن أجل تطمين الجانب الإسرائيلي بأن هناك قوات تستطيع أن تردع إلى النقوة أي جهة يمكن أن تسيء إلى إسرائيل طيب سيد فهذا الموضوع بحث بيني وبين أولمرت واتفقنا بحث مع الحكومة الأردنية واتفق جنرال جونس بحث مع الحكومة المصرية ثم أقفل الملف وقال ننتظر بقية الملفات بس أولمرت بيقول إنه لم يتسلم عبدا الغاد النهائي الفلسطيني على المكترخات اللي كدمها أنا بقول لك أنا بقول لك نحن أيضا مع أولمرت أنا بديت مع أولمرت من البداية إلى النهاية 35 جلسة 35 جلسة أنا ما عديتهم بس 35 جلسة معلش وبدأنا نبحث كل القضايا بالتفصيل كلها دون استثناء وبدأنا في الحدود وتحدثنا عن القدس وتحدثنا عن اللاجئين وتحدثنا عن المياه وتحدثنا عن كل شيء عندما بدأنا أن نتكلم في الحدود جاءت الإدارة الأمريكية ممثلة بكوندريسة رايس وجلست مع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي أتسيب الابني وأبو علاء وقالت لهم نحن نفهم أن حدود السبعة وستين تعني ما يلي تعني ضفة الغزة وتعني الضفة الغربية والضفة الغربية تعني القدس الشرقية والبحر الميت ونهر الأردن والنومانس لاند متفقون قيل لها متفقين وفين الغد الفلسطيني أكمل لك نحن وافقنا على الفكرة وتسيب الابني وافقت على الفكرة وبدأت أنا وسيد أولمر نتحدث عن الخرائط وعن سواب نسبة التبادل ونحن نعرف أن هناك لا بد من تعديلات متبادلة بالقيمة والمثل متفق عليها دكتور سايب مثلا بيقول أنه لا اتفاق بوجود ما عليها دميم وغيال يا سيدي نحن ما وصلناش لهذه النقطة إحنا منقول هذا كلام سعب مش كلامي أنا معلش إحنا منقول إحنا منقول اتفقنا على أن حدود السبعة وستين هي الأساس تعالوا نتفهم على سواب على التبادلية وأنا قدمت خرائط وأولمرت أعطاني خرائط ورجاني خرائط أنا قدمت نسبة سواب أنا كل اللي أطلبه أن الضفة الغربية تبقى يعني مساحتها كما هي مساحتها على أساس نحصل تبادل هون تبادل هون نأخذ نوم نأخذ نوم لنعدل الحدود هذا متفقين عليه عندما بدأنا ندخل بالتفاصيل قدم لي مرتين خرائط وأنا قدمت له مرتين خرائط هنا في هذه اللحظة صار الاتهام للسيد أولمرت أوكي عند ذلك بدأ التوقف ثم أنا أعكيك بصراحة يوم 25 ديسمبر كنت أنا في واشنطن وقال وعرض واستعرضنا كل هذه النتائج أمام الرئيس بوش وقال الرئيس بوش طيب لماذا لا نكمل قلنا نحن مستعدين قال طب هل أنت مستعد أن ترسل مبعوثا إلى واشنطن يوم 3 يناير قلت له نعم أوكي بعدين خرب غزة فجاءت حرب غزة ومع ذلك ومع ذلك دير بالك اتصلنا نحن اتصل صاحب العلقات بشلوم ترجمان وقال له أنا جاهز لأن أذهب إليك قال لأذهب أنا وياك إلى واشنطن فلم يعطي ترجمان جواب والسبب هو حرب غزة وانتهت آخر مساعي الجواب على سؤالك أنه إحنا لم نضيف لحظة واحدة منذ أنابوليس إذا هذا اليوم من أجل الوصول إلى اتفاق وبكل إيجابية يعني عندما يقدم هو خريطة وأنا أقدم خريطة هل يعني هذا أنا لا أريد؟ سؤال شخصي ممكن شو شعورك اليوم بالنسبة للمشاكل اللي بيعني منها أولمرد في إسرائيل أولمرد؟ يعني أنا المشاكل اللي مطلوحة على السحب الجراين أنا صارت بيني وبينه نوع من العلاقة الشبه شخصية وكنا دائما وأبدو أن نلتقي في بيته أنا أعرف وكان يكلمنا بين الفترة والأخرى يقول هناك اتهامات ضدي لكن ثقوا أنني سأخرج منها ونحن لا نريد أن نقول صح غلط ظلمة لم يظلم أنا لا أعرف لا أستطيع أن أتدخل في هذا إنما أقول مدام في عندكم قضاء نزي فأرجو أن القضاء يضع الأمور في نصار أنت شايف أنتم شايفين أنه في فرصة لإتمام اتفاك مع نتنياهو مع وزير الخارجية ليبرمان ومواقفه المعروفة نسمع نفرق لك بصراحة ما بين المواقف العلنية وما بين الحقيقة الآن إذا بدكم حل إحنا جاهزين للحل على هذا الأساس على هذا الأساس أنا ما بهمني فلان شو بحكي فلان شو بحكي لأنه ربما تكون أحاديثهم وعندنا أيضا للاستهلاك المحلي إنما أنا أريد أن أجلس على الطاولة عندي الشرعية الدولية المقبولة عندي الاتفاقات السابقة الاتفاقات معنا بقول مباحثات لنضعها أمامنا ونسير إذا فيه رغبة بالوصول لحل لمصلحتنا نحن الطرفين لأنه الحل بده طرفين الحل بده طرفين لأنه كنت أسمع أنا أنه يقولوا انسحبنا من غزة واستولت عليها مش عارف حماس انسحبنا من جنوب البناء أنت عملت عمل أحادي أنت لم تستشرني عندما استحبت من غزة ولم تقبل أن تتفق معي السلام بده طرفين نجلس على الطاولة ويقول لك بصراحة نحن نريد وحلا على هذا سيادة الرئيس السلام بده طرفين ولو طلبت باختسار بجملتين إذا أمكن شو معنى الطلب بخاك الأودى بنسبة لكم شو يعني خاك الأودى شو بتقول لي وأنا إسرائيل أنا أقول لك خطة خير الطريق الموافقين عليها أنتوا خطة خير الطريق فيها بند فيها بنود كثيرة فيها البند الأول بتعلق بالإنسحابات وغيره وغيره وفيه البند اللي بيقول والمبادرة العربية للسلام شو المبادرة العربية للسلام أنتوا حتى الآن رغم أني أنا نشرت المبادرة في الصحافة عندكم وفي الراديو وفي التلفزيون لكن ما أخدتوا روح المبادرة المبادرة العربية قبل ما أتكلم عن وضوع اللاجئين أقول لك أنه هذه بتقولكم أيها الشعب الإسرائيلي اصنعوا سلاماً اليوم وغداً 57 دولة عربية وإسلامية سترفع أعلام إسرائيل في حواصم في عواصمها أنتوا أرجو أن تقدروا هذا إلا بس حكي الأول خلينا كمل لك خلينا كمل لك يقول تقول المبادرة العربية حل عادل متفك عليه ومتفك عليه لمشكلة اللاجئين حسب القرار 194 أنا هل أستطيع أن أفرض عليك حلاً مدام يعني بدون رجعة اللاجئين الإسرائيين لماذا تضع العربة أمام الحصائل لكاتل الخبوف لا أضع العربة أمامنا أنا أقول لك حل عادل ومتفق عليه أنا أضع قصة اللاجئين كما أنت اتفقنا عليه في أسلو إحنا أتفقنا على ست بنود مزبوط ساب بدي أضع اللاجئين على الطاولة الحل ما ورد في خطة خار الطريق الحل ما ورد في المبادرة العربية وحل لا يفرض عليكم حل عادل ومتفق عليه لا أعتقد في مرونة في الدنيا أكتر من هذه المرونة أنا ما عم بقول لك أريد أن أفرض عليك حلاً وبدك تقبل هذه وتقبل هذه يعني معظم اللاجئين يشرخ يرجعوا لأبيوتهم وعملك أنا بقول حل عادل أتفقنا وإياك عليه ثم نتيجة الحل أنا بتعامل فيه مع الشعب الفلسطيني خلاص نتيجة الحل اللي بتتفقنا وإياك عليه أنا بقول للشعب الفلسطيني هذا ما توصلت إليه سيادة الرئيس في كسر الكلام في الأيام الأخيرة وفي مجالسكم الرسمية بسدد المكاومة الشعبية نعم وإحنا أعرفين إنه المزاهرات بتبدأ بالشعرات وبعدين بالخجارة وبعدين بالأنف بتنتهي بالأنف بالجرخة نعم ولا سمح الله بالكتلة بحي هذا غيهانة طيب مضبط مضبط بس أنا بقول وأنا قلت مبارح في خطابي وإن شاء الله تكونوا سمعتوا إنه لا تجروا أيها الناس إلى فخ وهو أن نصل إلى الحجارة والرصاص مجبوط ماشي يعني لا أريد أحدا أن يقوم بالمظاهرة وبالتالي يصطدم بالعنف مع الإسرائيليين تمام وهذه التعليمات أعطيت للأجهزة الأمنية ومش سر قلت للأجهزة الأمنية امنعوا أي احتكاك أي احتكاك بين المتظاهرين وبين الجيش الأسرائيلي هذا واحد وما لفهم أنتم لماذا لا تمنعوا لماذا لا تمنعوا المستوطنين من الاعتداء اليومي على الناس لماذا تقوموا بأعمال من شأنها تخلي الناس تقوم بمظاهرة بتروحوا على القدس على كرم المفتي وبتبنوا بيوت وبتعلعوا ناس وبتكم الناس ما تحكي معقول طيب انتم امنعوا هذه الأعمال لا ترى لا مظاهرة ولا ترى ناس تتكلم ولا ترى شيء فإذن نعالج الأمر من أساسه أسبابه شو هي أسبابه أبرز الأسباب هي اعتداءات المستوطنين بحرقوا الزراء بقتلهم مواشي بحرقوا بيوت دخلوا مسجد الجيش بيحاول يمنعهم والجيش لا يحاول الجيش لا يحاول يمنعهم هذه المشكلة بقال لك هذا نقطة نقطة تانية أوقفوا من جانبكم الأعمال خليني نتفوض بحرية خليني أقعد على الطاولة أنا ونيتنياهو بدون ما أسمع من هون تصريحوا من هون تصريحوا فلان بحكي ولبرمان بحكي أوكي بنسبة للتصريخات في تصريحات كتير لرئيس الوزراء الفلسطيني دكتور سلام فياد أنه سنة جاية 2015 سيتم إعلان دولة فلسطينية وممكن بدون اتفاق مسبق لا نحن لا نريد عملا أحاديا نحن نحترم الاتفاقيات هذا كلام دكتور سلام أنا أقول لك وأنا رئيس سلطة نحن نحترم الاتفاقيات لا نقوم بعمل أحادي بس أيضا أنت لا تقوم بعمل أحادي لا أنا أقوم فيه ولا أنت أيضا تقوم فيه يعني لن يكون إعلان دولة بدون اتفاق ولذلك إعلان الدولة الفلسطينية يجب أن يكون ثمرة الاتفاق فلسطيني إسرائيلي ودولي سمعت هذا مشكلة جانبية بس سمعت أنه فيه تخلف بين دكتور سلام وبين مروان برغوثي تحالف سياسي من التعاون السياسي أولا مروان برغوثي عضو قيادة اللجنة المركزية في حركة فتح ومروان برغوثي أنتم تعرفونه ولكن تخفون مروان برغوثي صدقني هو أكثر قيادات الشعب الفلسطيني إيمانا بالسلام فمروان لا تخطئوا فيه مروان فعلا رجل سلام وإذا بده يصير تحالف مع سلامه سلام أيضا رجل سلام وأنا رجل سلام إذن تحالف على إيش لا يوجد مؤامرة لا منه ولا من مروان ولا من سلام ولا مني نحن كلنا مؤمنين بالسلام فرصة لكم استغلوا هذه الفرصة بس في نقطة سيادة الرئيس كاد أعلنتم إنه لن تترشخ في الانتخابات الكادمة طيب مين الخليفة أنت مهتم كتير بأنه تعرف مين أنا مهتم كتير بشؤون فلسطيني شغلي أنا رجل أعلنت أنني لا أريد أن أرشح نفسي في الانتخابات قراري هذا لا زال قائما لا زال قائما وإذا كان تعتقد إذا كان أنت شعب الإسرائيين بتعتقدوا أنه سلام موقف علي إذا بقيت فيه سلام وإذا رحت ما فيش سلام يكونوا غلطانين طيب إذا بتعتقدوا أني أنا رجل سلام طيب ما تساعدوني حتى نصل للسلام قبل أن أذهب فيه فرصة فيه لتسجيل الانتخابات فيه أشهر تعالوا نعقد السلام نحن وياك إنما تفكروا آه أبو مازن رايح إذا بلش ما نعمل نشتغل في السلام أنت ما لكو مالي أنا الشعب الإسرائيلي كان أمس مين كان رئيس أولمارت الآن نتنياهو بكرة ما بتعرف مين أبلو كان براك أبلو كان رابين أبلو كان أبلو 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 كان بن جورو ما تغيرت الدنيا فيه سياسة فيه مؤسسات فيه عندنا أجهزة وفيه عندنا مؤسسات ومجالس هي التي تأخذ القرار مش قرار فردي صدق لي لو كان قراري فردي والشعب ضدي أو المؤسسات ضدي ما بأعد ولا يوم إحنا مش مش عنا معنى ديكتاتورية إنتي تعرفوا عنا ديمقراطية خلينا أقول زيكم السؤال الأخير سياد تغييس بنسبة للجند الإسرائيلي المخطوف جنعت شليت نعم هل عندك معلومات تشير إلى إمكانية إتمام سفكة هل لكم دور في أمالية التفاوض الخاصة بين إسرائيلي والمصري الحقيقة لا يوجد لنا أي دور من البداية وحماس أخذته وخبته وطرحت عليهم أكثر مرة سلمونية سلمونية وأنا بجيب لكم صفقة وعندما كنت لأن خضرتك مستعد تستلم جلقات شليت أبلغتهم مئة مرة مستعد أستلم شليت وأنا أسلمه بصفقة ترضي الجميع ولكن ما أعطوني ومع ذلك أنا ضد أن يبقى شليت كل هذا الوقت في السجن لكن كمان ضد أن يبقى 8000 فلسطيني فسيجن شوكار شوكار لك